السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله هذا الفلوغ إن شاء الله هي عبارة عن رحلة رحلة سنقوم بها إلى شلالة أزود إقليم الزلال مع الطاقم الإداري والتربوي للمدرسة التي أشتغل فيها والتي أدرس فيها نحن الآن ننتظر باقي الطاقم لننطلق إن شاء الله سبحانه وتعالى كما ترون الليل والساعة حوالي الحادي عشر ونصف ليلا تقريبا الثاني عشر هذه هي الحفلة التي ستقلنا إلى شلالة أزود نحن إن شاء الله في الطريق الآن الساعة تشير إلى الثاني عشر وعشر دقائق ليلا نحن وصلنا الآن وهنا أقوم بالتعليق لأنه أنا اللي كنت يعني يعني مسؤولة بالتصوير وصلنا إلى الشلال هنا الشلال كما ترون أحبابي في الله طبيعة رائعة في هذا الشلال كما ترون أحبابي في الله سبحان الخلاق الأعظم شلال رائع والله لن تحسب نفسك أنك في المغرب يعني عظمة الله سبحانه وتعالى شلال أروع شلال يعني ترونه من بعيد ولكن لو اقتربت منه لو اقتربت منه رائع جدا نحن في القريق إلى الشلال إلى تحت الشلال لأنه الشلال ينقسم إلى قسمين فوق وتحت نحن الآن نتجه ننزل لتحت تحت الشلال يعني الشلال يعني هذه المنطقة فيها أطلات وفيها مقاهي وفيها منازل للاكتراء فيها مقاهي للطهي للغداء والعشاء وحتى المبيت يعني الفنادق والمنازل للكراء طبيعة خلابة جدا هذه زوارق تحملك لتستمتع ببرودة ماء الشلال كما ترون انهينا رحلتنا وها نحن نعود في هذه الطريق كذلك الرائعة نحن ندخل المدينة الآن وإلى اللقاء